اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القاتل إنه كان منصورا صدق الله العلي العظيم عظم الله أجورنا وأجوركم وأجور المؤمنين والمؤمنات بمصابنا بسيدنا ومولانا سيد الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه واجعلنا الله سبحانه وتعالى من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد لا يوم كيوم الحسين وفي حديث آخر لا يوم كيومك يا أبا عبد الله لماذا لا يوم كيومك يا أبا عبد الله أولا ما حدث في عاشراء ثانيا ما سبق عاشراء ثالثا آثار عاشراء من كل هذه الجهات لا يوم كيوم الحسين كما يقوله الإمام علي بن الحسين ولا يوم كيومك يا أبا عبد الله كما يقوله رسول الله وكما يقوله الإمام المجتبى صلوات الله عليهم أجمعين الله عز وجل تعامل مع عاشراء مع واقعة الطف تعاملا ليس مثله تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تعاملوا تعاملوا مع عاشراء تعاملا لا نظير له وما سيتعاملون وما سوف يتعاملون أيضا لا نظير له وما سيتعاملون في الدنيا وما سوف يتعاملون في القيامة لا نظير له هل سمعتم أو قرأتم أن الله عز وجل بنفسه يذكر مصائب أحد لإنبيائه إلا للحسين كلمة كبيرة ولكنها واقعة هل سمعتم أو قرأتم أن الله عز وجل يدمي ويجرح أحبابه مواساة مع الإمام الحسين الأنبياء الرسل أحباب الله خيرة خلق الله هؤلاء الله عز وجل يكسر رؤوس بعضهم يجرح أجسام بعضهم قبل أن يكون يوم عاشوراء بعضهم بآلاف السنوات يجرحهم يكسر رؤوس بعضهم وهؤلاء أحباء الله عز وجل هؤلاء المقربون عند الله عز وجل لماذا لأنه بعد كذا ألف عام سيجرح الحسين صلوات الله وسلامه عليه هكذا تعامل سمعتم أصلا أن الله عز وجل يعامل أحباءه لأجل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هكذا تعامل مواساة قبل وقوع الواقعة قبل حدوث واقعة الطف هذا شيء حدث لغير الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الله تعامل مع فاجعة مثل هذا التعامل مثل هذا التعامل بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سمعتم تعرفون كثيرا من التعامل الاستثنائي مع قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذا الشيء ذكرته فقط إشارة لا أريد أن أقف عنده في زيارة عاشوراء نقرأ عن قتلة الحسين عليه الصلاة والسلام سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله في كل المواطن في كل المواقف وهي بالآلاف في حياة النبي كم هي مواطن النبي مواطن حياة النبي كم هي مواقف النبي صلى الله عليه وآله في حياته بالآلاف أن رسول الله صلى الله عليه وآله في كل موطن في كل موقف يلعن غير قتلة الإمام الحسين طبعا الذين أسسوا لقتل الإمام الحسين هم من قتلة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما حدث في عاشراء لا أريد أن أقرأ لكم مصائب حدثت في عاشراء شيء كوني ما حدث في كل تاريخ هذه الكائنات وسوف لن يحدث مثل ذلك إلى قيام القيامة إخواني الموجبات لصلاة الآيات أربعة أمور هذه التي توجب صلاة الآيات هذه أبرز مظاهر غضب الله سبحانه وتعالى التي تحصل الكسوف الخسوف الزلزلة المخاوف السماوية والأرضية هل تعرفون في تاريخ خلق هذه الكائنات يوما اجتمعت كل موجبات صلاة الآيات كل موجبات كل مظاهر غضب الله عز وجل هذا الشيء لم يحدث سابقا وسوف لن يحدث في المستقبل أصلا هذا الشيء خلاف تكوين هذه المخلوقات الخسوف والكسوف لا يمكن أن يجتمع في يوم واحد غير ممكن هذا بين الخسوف والكسوف لازم هذا الشيء ضروري كوني لازم أن يكون بين الخسوف والكسوف أسبوعان هذا الشيء ضروري لا يمكن أن يحدث خسوف وكسوف في يوم واحد هذا الشيء مستحيل استحانة كونية اقرأوا وضع الخسوف وضع الكسوف كيف يحدث الخسوف كيف يحدث الكسوف تعرفون بكل وضوح تعرفوا شيء غير ممكن خسوف للقمر كسوف للشمس زلزلة استثنائية ريح سوداء مطرت السماء دمًا مخاوف سماوية مخاوف أرضية وغيرها وغيرها كلها اجتمعت في يوم عشورة ولم يجتمع مثل ذلك ولن يجتمع مثل ذلك إلى يوم القيامة إلى قيام القيامة حتى الجمادات تعاملت تعاملا استثنائيا مع عشورة الشمس القمر السماء الأرض كلها في يوم عشورة هذا الشيء سمعتموه أو قرأتم في المقاتل الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في لحظاته الأخيرة وهو بتلك الحالة عنده مناجات في لحظاته الأخيرة قبل أن ترتكب تلك الجريمة الكبرى بلحظات في تلك اللحظات يقول الإمام عليه الصلاة والسلام يا إلهي رضا بقضائك يا ربي لا إله سواك يا غياث المستغيفين الإمام عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات يقول يا غياث المستغيفين يستغيث في أي قضية لحظاته الأخيرة الضعف قد غلب على الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام يستغيث بالله عز وجل في أن لا يقتل الأمام هو أقدم هو جاء للميدا هو خرج من المدينة ليستشهد الأمام خائف من الاستشهاد هذا ابن أمير المؤمنين الذي قال فزت ورب الكعبة ثم الإمام عليه الصلاة والسلام ثم الإمام عليه الصلاة والسلام في تلك الحالة وهو ينزف واضح اللحظات الأخيرة من حياة الإمام الإمام يقول يا غياث المستغيفين يطلب من الله عز وجل أن يغيثه ليرجع إلى الدنيا وهو يعلم أنه هذه اللحظات الأخيرة لعل استغاثت الإمام صلوات الله وسلامه عليه في تلك اللحظات كانت لعائلته هذه المصيبة الكبرى على قلب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لعل استغاثته كانت لأسر السيدة زينة بسلام الله عليها لعل استغاثت الإمام عليه الصلاة والسلام كانت لكي يتمكن الإمام أن يصبر على هذه المصيبة أن لا يغير هذا التقدير الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في أي لحظة كان يتمكن أن يغير التقدير بكل الخلق بيده الخطباء الكرام أعرف مني أنا ما وجدت أن الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في يوم عاشراء يقول هذه الكلمة في أية مصيبة رغم الصعب المصائب المصائب التي السماوات اهتزت السماوات تحركت أهل السماوات تحركوا اهتزوا الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كان صامدا فيها في هذا الموقف وهو يعلم أن اللحظات الأخيرة من حياته يقول يا غياث المستغيثين الشاعر الشعبي يقول عن لسان الإمام زين العابدي عليه الصلاة والسلام يقول الأشعار سمعتموها مرارا وتكرارا من الخطباء الكرام قلبي يابو حمزة تراه تفطر ذاب مثل المصيبة اللي دهتنا محد صعب ذيك الأقمار ذيك الأبدور اللي بمنازلها يزحرون والليل كل من العبادة ما يفترون سبعة وعشرة عاينتهم كلهم غصون فوق الوطية فوق الوطية مطرحين ابحر الاتراب وعظم وعظم مصيبة زيدت حزني علي داست على جسم العزيز الخيول مية سلبوا وعزن وسير وزين بسبية حسروا من كثر المصايب راسها شاب ما نكست راسي لجل فقد الأماجد ما قصروا بالغاضرية زلزل الميد نكس راسي دخول زينب مجلس يزيد هذا الهضمني والقلب من شوفة عاب ألا لعنة الله على يزيد ألا لعنة الله على يزيد ألا لعنة الله على من أسس اليزيد ألا لعنة الله على أتباع يزيد هناك حديث شريف أردت أن أخصص مجلسا كاملا لهذا الحديث الشريف ولكن حيث يتضمن هذا الحديث على أمور عظيمة ولكن هذا الحديث المطول المفصل إلى حد ما أقرأه بسرعة لكم الحديث ورد في كامل الزيارات صحيح على الأصح عن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام الأمام الصادق صحوات الله وسلامه عليه يا زرارة أن السماء بكت على الحسين أربعين صباحا بالدم وأن الأرض بكت أربعين صباحا بالسواد وأن الشمس بكت أربعين صباحا بالكسوف والحمرة وأن الجبال وأن الجبال تقطعت وانتثرت وأن البحار تفجرت وأن الملائكة بكت أربعين صباحا على الحسين الملائكة يعني كلهم وما اختضبت منا امرأة ولا ادهنت ولا اكتحلت ولا رجلت أو ولا رجلت رجلت يعني سرحت الشعر تمشيط الشعر يعني يسمى ترجيلا للشعر أو رجلت لعله بمعنى تزوجت ولا رجلت أو رجلت حتى أتانا رأس عبيد الله بن زياد عليه العين الله وما زلنا في عبرة بعده وكان جدي يعني الامام زين العابدين عليه الصلاة والسلام إذا ذكره بكاء حتى تملأ عيناه لحيته وحتى يبكي لبكائه رحمة له من رآه وأن الملائكة الذين عند قبره ليبكون هناك مجموعة من الملائكة على أقل التقادير أربعة ألاف ملك هؤلاء مقيمون عند قبر الامام الحسين عليه الصلاة والسلام لهم وظائف معينة مذكورة في الروايات الشريفة وأن الملائكة الذين عند قبره ليبكون فيبكي لبكائهم كل من في الهواء والسماء من الملائكة وَلَقَدْ خَرَجَتْ نَفْسُهُ صلوات الله وسلامه عليه فَزَفَرَتْ جَهْنَّمْ زَفْرَهُ كَادَتْ الْأَرْضُ تَنْشَقُّ لِزَفْرَتْهَا قَضَوْ جَهْنَّمْ وَلَقَدْ خَرَجَتْ نَفْسُ عَبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ زِيَادِ وَيَزْيَدَ بْنَ مُعَاوِيَ فَشَهَقَتْ جَهَنَّمْ هؤلاء مسكوها حفظوها وَلَوْ يُؤْذَنُ لَهَا مَا بَقِيَ شَيْءٌ إِلَّا بْتَلَعَتْهِ ولكنها مأمورة مصفودة يعني نار جهنم في أغلال في قيود ما تتمكن الخزنة ما أخذينها حابسينها ولقد هذه عبارة جدا عجيبة ولقد عتت على الخزان غير مرة أكثر من مرة خزان جهنم ملائكة أقوياء لهم قوة من الله عز وجل ليسوا ضعاف أكثر من مرة جهنم عتت على خزانها يعني رادت تخرج من طورها الخزان ما تمكنوا يضبطونها من شدة غضبها وهذا مو مرة أكثر من مرة ولقد عتت كلام الإمام هذا ولقد عتت على الخزان غير مرة حتى أتاها جبرائيل فضربها بجناحه فسكنت يعني كانت تحتاج قوة جبرائيل الخزان خزان الملائكة ما كانوا يتمكنوا يضبطونها جبرائيل طبعا سيد الملائكة القرآن الكريم يقول ذي قوة قوة جبرائيل قوة استثنائية في الملائك وإنها لتبكيه وتندبه وإنها لتتلظى على قاتله شيء واحد يجعل نار جهنم لا تبتلع أهل الأرض بعد عاشوراء بعد عاشوراء نار جهنم لا ترى قيمة للبشر خلاص الأمام الحسين عليه الصلاة والسلام قتل على هذه الأرض ما هي قيمة بقية البشر ليقتل كل الناس شيء واحد يجعل نار جهنم تنضبط مع أنها أكثر من مرة هذه الحالة صارت ولولا من على الأرض من حجج الله حجة الله على الأرض هذا الوحيد اللي يبق الأمور على وضعها ولولا من على الأرض من حجج الله لنقضت الأرض وأكفأت بما عليها أو أكفأت قد يكون الكلمة هكذا تكون إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام وما من عين أحب إلى الله ولا عبرة من عين بكت ودمعت عليه وما من باك يبكيه هذه الكلمة العظيمة الواردة في روايات عديدة وما من باك يبكيه إلا وقد وصل فاطمة عليها الصلاة والسلام وأسعدها عليه ووصل رسول الله وأدى حقنا وما من عبد يحشر كل الخلق يحشرون باكين وما من عبد يحشر إلا وعيناه باكيه إلا الباكين على جدي الحسين فإنه يعني فإن الباكي يحشر وعينه قديره والبشارة تلقاه والسرور بين على وجهه والخلق في الفزع وهم آمنون الكلمة التالية أعظم من هذه الكلمة وهم آمنون الكلمة التالية أعظم والخلق يعرضون يعني يعرضون يعرض عمالهم والخلق يعرضون وهم حداث الحسين صلاة الله الناس في حساب يعرضون على الحساب هؤلاء الذين بكوا على سيد الشهادة عليه الصلاة والسلام حداث الإمام الحسين تحت العرش وفي ظل العرش لا يخافون سوء الحساب يقال لهم ادخل الجنة فيأبون ويختارون مجلسه وحديثه يقال لهؤلاء ادخل الجنة يأبون يقولون لا من ادخل يختارون مجلس الحسين حديث الحسين الجنة هذا هم في الجنة يدخلون الجنة لماذا وإن الحور لترسل إليهم أنا قد اشتقناكم مع الولدان المخلدين فما يرفعون رؤوسهم إليهم أصلا الحور ترسل لعله ملائكة أنه خبروهم خليه جوهن احنا مشتاقين إليهم الولدان المخلدين مشتاقين إليهم هؤلاء حتى ما يرفعون رؤوسهم إلى الجنة مشغولين بهذا بهذه الجنة الحقيقية فما يرفعون رؤوسهم إليهم لما يرون في مجلسهم من السرور والكرامة والعياذ بالله في الطرف الآخر وإن أعداءهم أعداء هؤلاء الذين بكوا على سيد الشهداء هؤلاء الذين مارسوا الشعار الحسيني المقدسة جزعوا على سيد الشهداء بأشكال الجزاء وإن أعداءهم من بين مسحوب بناصيته إلى النار ومن قائل ما لنا من شافعين ولا صديق حميم وإنهم ليرون منزلهم وما يقدروا أن يدنوا إليهم ولا يصلون إليهم إلى آخر الرواية الشريفة الكلمة الأخيرة كنت أريد أن أتوقف عند عبارة في زيارة عاشراء فقط أذكر هذه العبارة تأملوا فيها لعلي أوفق مرة أخرى وقت ثاني أقف عند هذه العبارة هذه العبارة عبارة عظيمة وتتضمن أمورا مهمة في حياتنا وهذه العبارة تبين تكليفا وواجبا كبيرا تجاه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام العبارة في آخر زيارة عاشراء في السجدة بعدما الإنسان يزور يسجد السجدة يقول اللهم لك الحمد حمد الشاكرين على مصابهم راجعوا الزيارة هذه وردت في مصادر عديدة بأسانيد عديدة في كلها العبارة هذه العبارة حمد الشاكرين العبارة ليست حمد الحامدين عادة لازم يكون عن الوضع الطبيعي حمد الحامدين تكبير المكبرين تهليل المهللين تسبيح المسبحين العبارة هكذا اللهم لك الحمد حمد حمد الشاكرين في بعض النسخ على مصابهم في بعض النسخ لك على مصابهم حمد الشاكرين هذه العبارة تتضمن شيئا كثيرا وهذه العبارة تبين واجبا كبيرا تجاه الدم من الإمام الحسين تجاه مصيبة الإمام الحسين حمد الشاكرين على مصابهم أو لك على مصابهم مصيبة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الإمام أوذي تلك الأذية الكبيرة التي تحيرت ملائكة السماء تعجبت ملائكة السماء من صبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه الملائكة ما عندها عواطف الملائكة ما تتعجب ما ذارأت الملائكة حتى تعجبت هذه المصيبة الكبيرة هذه مصيبة كبيرة تكشف لنا واجبا كبيرا تجاه هذه المصيبة الواجب ما هو نبكي على سيد الشهداء عظيم عظيم الواجب نؤسس مجالس لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام عظيم الواجب نلطم عظيم نطبر نجرح رؤوسنا عظيم نمشي حفاة يوم عاشورة عظيم الإنسان في يوم عاشورة يكون بهيئة المصاب شكل شخص أصيب بمصيبة كبيرة هيئته تكون هكذا عظيم في يوم عاشورة من الصباح إلى العاصر لا يأكل شيئا لا يشرب شيئا بدون نية الصيام الصيام في يوم عاشورة بين أن يكون عمل محرم أو عمل مكروه مكروه كراهة شديدة إنما الإنسان لا يعكل لا يشرب هذا العمل عظيم البعض عندهم شعائر خاصة بهم كلها عظيمة ماشي على الشوك عظيم بنات رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم عاشورة ركضوا على الأشواك عظيم هذا كل هذه الشعائر عظيمة أداء هذه الشعائر شيء عظيم بعضها واجبة عند بعض الفقهاء بعضها مستحبة من المستحبات المعكدة هذه كلها صحيحة ولكن هناك شيء آخر أيضا مع هذه هناك تعظيم لهذه الشعائر ليس فقط أداء هذه الشعائر ومن يعظم لا من يؤدي شعائر الله تداء شعائر الله شيء تعظيم شعائر الله شيء آخر هناك أمور أخرى تأملوا في هذه العبارة اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين على مصابهم أو لك على مصابهم أعظم الله أجوركم وأجور المؤمنين والمؤمنات نعزي سيدنا ومولانا صاحب العزاء بقية الله العظيم أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الحسين بدم الحسين بمظلومية الحسين بصبر الحسين اللهم عجل فرج المنتقم للحسين اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به حينه وتسر به نفسه وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة أنك على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر